دعا النائب العام سعود المعجب فروع النيابة العامة ودوائرها بتحريك إجراءات رفع الدعاوة الجزائية ضد مرتكبية التجاوزات والمتعلقة باستغلال براءة الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي بما فيهم أولياء أمورهم على يتم رصد هذه القضايا بسجلات خاصة والرفع عنها بتقارير دورية مفصلة وأكد المعجب أن ما رصد أخيرا من انتشار المقاطع التي تنطوي على شبهة استغلال لبراءة الأطفال وإيذائهم في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أولياء أمورهم أو ممن له علاقة بهم هو تجاوز للأنظمة وشدد التعميم على ضرورة حماية المجتمع ومسألة من يتجاوز الأنظمة وإحالة للقضاء لينال جزاء أي كان بمن فيهم والد الطفل أو من يقوم على رعايته إذا ثبت وجود شبهة جنائية